قبل أيام في هذا البرنامج أحد الأخوة قال قيادة طبعا بالفتح هو قال تلقينا رسائل من أربيل وحسم الأمر بيننا وبينهم وحتى أردف بالقول أنه 183 صوت بما فيهم الأخوة الكرد قد حسمت لأن يكون السيد العامري رئيسنا القادم أتصور هذه دعاية انتخابية مبكرة دكتور نجم نحن نكون واقعين لا نستبقى الأحداث ونستبقى نتائج الانتخابات نتائج الانتخابات هي التي تحدد من الحزب الأكبر ثم بعد تحالفات هذه الأحزاب الكبيرة تشكل الكتلة الأكبر لا نستبقى أن نشكل الحكومة ورئيس الوزراء القادم سيكون كردي ومن الديمقراطة الكردستانية هذا التنبؤ أو دعاية انتخابية ما يصير أنا إذا أقول لك كأحزاب كردستانية ما راح نتشتت راح نروح للبغداد مثل كل دورة حتى من كنا أيام المرحومة تحالف كردستاني وكنا نروح للبغداد هم نتحالف بتشكيل الحكومة يعني كنا مشاركين بتشكيل الحكومات يعني من حكومة السيد الجعفري الانتقالية ومرورا بالدورة الأولى للسيد المالكي والثانية وكذلك حكومة العبادي هاي إحنا كلها مشتركين بغداد حتى من كنا كتلة واحدة الآن أيضا سوف أحزاب الكردستانية تذهب إلى بغداد بتحالف كردستاني تحالف كردستاني دون ذلك الكتلة الأكبر ما نقدر بعد نستطيع أن نحددها لأنه إحنا ما نقدر أوكي التحالف فتح يقول أما الحزب الأكبر الآن في إراءة أحزاب الكردستان أستاذ عباد خلينا أكون صريح وياك خلينا أكون صريح وياك أكثر أنتم قبل هذا قبل هذا الوقت كانت لديكم تفاهمات مع الأخوة السنة وكتبت أن تصلوا إلى اتفاق لكن انسحاب سيد مقتدى الصدور وعودة سيد مقتدى الصدور يعني اختلف السيناريو لديكم ولذلك أنتم من الحزبين الآن تتكلمون عن تحالف محسوم مع الشيعة لكن مع أي كتلة شيعية هذا في علم الغيب لا 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 دكتور نجم وفد الطيار الصدري لما زار أربيلو والتقى بالرئيس مسعود بارزاني قبل انسحابها ترى ما يفرق عن زيارة السيد المالكي والسيد العبادي والسيد الحكيم والسيد عادل عبد المهدي وباقي الكتل السنية وغيرها يعني أنا ذكرتها يعني ما أريد أن أذكرها كل شوية أربيل صارت قبلة السياسة والساسة خاصة أيام الانتخابات وتشكيل الحكومة لازم يمرون على أربيل هذا ليس بالضرورة أننا تحالفنا وأعلننا لأي حد الآن لا يوجد أي أعلان رسمي لتحالف بين الديمقراطي والتيار الصدري وبين الاتحاد الوطني وتحالف فتاة حد الآن لا يوجد أي أعلان رسمي ولا بيان رسمي تفاهمات أولية هذا يعني أننا وقعنا من مصطحة الكرد ممكن السيد غياث السورجي يرد على ما كنت تقوله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر